دايماً وأبداً في جدل ولما بيصار جدل بنحاول نعرف لحضراتكو إلحق إياه عشان كده هذه الفقرة المهمة مع الغربال الكاف يمنع الجدل قبل ما الناس تبدأ تتكلم وترغي وليه أي من أشرف بيلعب وإزاي وده عنده ثلاث نظرات وإمسك وإصبط وحوش وإلحق وتسمعوا الحديوت إياه اتحاد الأفريقي رد على استفسار للنادلال أي من أشرف عنده نظارين في دور الأبطال عنده نظار كان في بطولة السوبر مباراة السوبر مع نهضة بركان فكابتن ساد عب حفيز بعد في الاتحاد الأفريقي يستفسر لأنه كان عنده وقع قبل كده إنه الكاف كان عنده قرار بشاء حسين الشحات ومدأ حقيته في إنه يشارك في مباراة السوبر لو كانت تلعبت في وقتها في معادها فالكاف كان رد وقتها وقال مباراة السوبر منفصلة في إنذاراتها كبطولة وحدة مجزئة لا تخضع ولا ترتبط بدور الأبطال أو بالكونفدرالين إنه حتى نهضة بركان كان عنده لعب تنطبق عليه نفس الشروط وشارك في المباراة عشان كده للأهلي تلقى النهاردة باشواندس رد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن أحقية بناء من استخصار كتابي من الكابت السيد فرد الكاف إنه لا اللاعب يحق له المشاركة وإنه مباراة السوبر في إنذاراتها منفصلة عن دور الأبطال والكونفدرالية تانى موزق بقى اللي احنا قصدنا عليه في التنصيق أي يعني كابت السيد ما سابش حاجة للظروف أي رغم إن كان الإجابة عنده غالبا يعني قياسا على ما سابق ولكنه عشان يقطع الشك باليقين عايز مستند فبعت للكاف ده اللي احنا عايزين عايزين الكاف بقى يبعت لللجنة المنوبية الدولية إننا عندي تعارض في المعدد يجوز يحل ويرايحنا كلنا بالظبط نتمنى ده